اشتركوا في القناة مشكلة نحبهم الله نحب الاستيديو ونحب شكله وانه الاستيديو ذاي يشتغلوه في بقالة بنحبهم لاننا نحب تاكن تايتن حلاص امر الله حرفينا جماعة الحلقات صايرة مجرد صور كده جامدة مع شوية فم يتحرك وشوية كده بشر يمشون اشياء اشياء كثيرة غلط بس خلاص نرجع ونقول ايش عادي بس الاقطة الختامية الاقطة اللي خلصوا فيها الحلقة الاقطة الختامية حقت بيك طيب حبيبي لوجيه وقبل نبدأ في الفيديو اذا ما كنت مشترك في القناة يسعدني جدا اشتراكك ولو اعجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك لانه مرة مرة مهم وبيساعدني كثير لا يحتاج كل مرة اذكرك قديش العجاب مهم هاي لا تنسى وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي حساباتي كلها موجودة في الوصف وتحت نفس الاسم وجيه حلقة اليوم بالرغم من انها فوضوية الى حد كبير الا انها حطتنا امام عدة امور حلقة اليوم تقولك يا حبيبي استعد للفوضى القادمة استعد للفوضى اللي مخبيها لنا الكاتب ولا نقدر نجزم يقينا اي نوع من الفوضى راح نواجه في الحلقات القادمة ولكن الاكيد انه بتصير حوسة ودوسة ما الله بها عليم وخلينا نقول الله يستر بس الله يستر خلونا نبدأ نلخص اهم الافكار السياسية لخطة ايرين وزيك اللي انكشفت في حلقة اليوم علشان نعرف ونتأكد ايش ايرين وزيك فعلا ما يستهان فيهم وهم الوحيدين تقريبا اللي عارفين يلعبون اللعبة السياسية بالطريقة الصحيحة الحرب ما تعرف حب وحبيب ولا تعرف صديق وصديقة الحرب اسمها حرب قاتل تتاكي ايه خلاص قاتل 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 الان انت علشان تسقط دولة معينة او علشان تستعيد حكم وتقيم دولة جديدة ايش افضل شي تسوي اول حاجة يا حبيبي استخدم الاعلام الاعلام سلاح حاد جدا ويسقط حكومات وامم وهذا اللي حصل مع ايرين ايرين استخدم عنصر الاعلام او الميديا ووظفه في صالحه ونشر للشعب ان ايرين قائدهم الجديد وعملاقهم المحرر وامل الديا محبوس تحت الارض بوم الشعب على طول انقلب على الحكومة والثقة تلاشت ما بينهم في يوم وليلة خلاص كده الشعب الان صار في صف ايرين مبروك ايرين الجزء الاول من الخطة نجح ثاني حاجة وصل رسالة للحكومة اللي انت منقلب عليها ورسالتك هذه لازم تكون جدا قوية وحازمة وجريئة وتوضح مدى جديتك بس يا ترى ايش بتكون هذه الرسالة اقتل يا ايرين احد كبار قادة الدولة والذراع الايمن للملكة هستوريا زاكري بوم رسالتك وصلت والقادة والجيش الان صاروا خايفين منك ومستعدين يتكلموا معاك اخيرا مبروك ايرين الخطوة الثانية نجحت ثالث حاجة اصنع تحالف مع ناس مؤيدة لك وتدعم كل قراراتك الطائشة والبسيطة تم يا حبيبي عندك فلوكو اللي معاه ومجموعة كبيرة من فيلق الاستطلاع وكمان الجيش فضلا على المتمردين من الشعب كم في واحد كان يصيح باسم ايرين وكان مستعد يقاتل مع ايرين مليانين بوم مبروك ايرين انت الان اسست جيش واتباع لك وكمان مؤيدين لك من عامة الشعب يا سلام كده الخطوة الثالثة مشيت رابعا اخلق فوضى وزعزع الثقة ما بين صفوف قوات الدولة خلي الصديق يشك في صديقه خلي القائد يشك في الحرس اللي حوالينه خلي الناس تتخبط في بعضها وتقرر انها ترجع لك انت في النهاية بوم هذا اللي حصل الان فيلق الاستطلاع مشكوك في امرهم انهم موالين ليرين والجيش كمان خايف انه في بينهم كمان خوانة تسببوا في تفجير زاكري والقوات العسكرية كمان خايفين انه يجيهم الدور ويروحون فصفص في انفجار جديد ايرين وزيك يا جماعة وصلوا بقوة وعزيمة باراديس وخسفوا بها الى القاع اولاد ييقر يا جماعة وراهم مصيبة كبيرة اولاد ييقر قاعدين يلعبوا اللعبة الحربية والسياسية بالطريقة الصحيحة يا لطيف بس يا لطيف اي نعم هي الطريقة غير اخلاقية اللي ماشيين عليها زيك وارين ولكن هذا الواقع الغاية تبرر الوسيلة مفيش يمر حميني انت في حرب يا حبيبي خامس حاجة يا حبيبي عين قادة اوفياء وولاءهم جدا عالي تحتك لا تعين اي واحد رمه يخضع في اي لحظة لا اختار ناس اشداء واقوياء ما يعصونك في شيء ويفعلون ما يؤمرون وهذا اللي حصل زيك عين يلينة تحته وشارك معها مخطط الكبير غالبا واعطاها كافة الصلاحيات وشفنا كيف يلينة وعلى لسان صديقنا الاسمر كانت تقتل بدون تردد اي شخص يوقف في طريق مخطط زيك تقتله اي شخص يعترض على مخطط زيك تقتله اي شخص يظهر خوف وشوية تردد بس على مخطط زيك تقتله وهذا بحد ذاته يا جماعي يخلينا نغير نظرتنا ليلينة تماما ييلينة ما هي مجرد وجه لطيف وشخصية حوارية لا البنت قائدة جريئة ومستعدة تضحب اي شيء في سبيل قضيتها ايرين من الناحية الثانية برضو عين تحت فلوك مستعد يقتل مستعد يتخلى عن كل مبادئه وهذا الشيء شفناه في الحلقات الماضية غير انه سبب زعزعة في امن الدولة وسرب اخبار سرية خلاص حبيب ايرين انت الان كده جاهز للانقلاب على الدولة واني مستعد انقلب وخلص وكمان مستعد انك تنفذ كل مخططاتك والكل الان مستعد انه يسمعك ويجلس معك ويناقشك الكاتب 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 ايرين وزيك يا جماعة بخطتهم الدقيقة هذه خلاص تركوا قادة بردايس امام خيار واحد وشكرا شكرا مليون شكرا للحكيم بيكسوس على قرارها الصاعق صح انه صدم عيشت اهلنا ولكن امانة هو الوحيد اللي قال كلام منطقي في النهاية بيكسوس خلاص شايف الصورة الكبيرة يا جماعة الخير احنا نفتقد لوجود قائد سياسي محنك وذكي قراراتنا من بعد موت ايروين كلها عبارة عن هبد في هبد هانجي ما تفقه من القول شيئا مع حبي واحترامي شديد لها ارمين ضعيف اللهم والوحيد السلام والبعد عن الحرب ليفاي قائد فريق مخضرم وقوي في ارض المعركة ويعرف يقود جيش كامل ولكن عند القرارات الكبيرة ما يصلح والقائد زاكري انتهى ومات وهيستوريا مجرد ملكة بالاسم ما عندها اي قدرة تتخذ اي قرارات كبيرة بيكسوس يا جماعة يقول انا الاوان اننا نجلس على طاولة الحوار مع ايرين حكاية اننا نحبسه تحت الارض هي اكبر خطيئة ارتكبناها انا الاوان اننا نشوف متطلباته او على الاقل نوصل لنقطة اتفاق معاه الوضع الان ما يسمح اننا نتخذ اي خطوة متهورة قد تتسبب بموته الكثير صح انه ايرين قتل قائد كبير مثل زاكري ولكن خلاص الوقت الان ما هو مناسب للانتقام والغضب مر ما هو وقته مناقصين تسبب في حرب اهلية وفوضى عارمة داخل باراديس خلاف انه عندنا مشكلتنا الكبيرة مع باقي دول العالم اللي بيهجموا علينا في اي لحظة شوفوا يا جماعة ايرين فضلا عن انه يملق قوة العمالقة هو ايضا عنده خطة على الاقل قالونا نعترف بهذا الشيء صح انه خطته عبارة عن قاتل 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 ولكن على الاقل عنده خطة الجماعة حطين رجل على رجل الجماعة جالسين يتهبدون يمين يسار اوه نروح نتكلم مع مارلي ونقول لهم احنا كويسين لا تقتلونا والثاني يقول له الله ايش رايكم نتكلم مع باقي العالم ونقول لهم نوريهم ان احنا مسالمين يا ابويا الحرب ما تمشي كده ايرين معادي فكر كده الكلام ذا صار من الماضي ايرين الان عارف الخطر اللي مقبل على باراديس عارف انه العالم ما راح يرحمونه لا هو ولا باراديس لو جاتهم الفرصة فالحل الوحيد اللي يشوفوا ايرين الان هو القتال القتال ولا شيء غير القتال افهموا دي المعلومة يا جماعة علشان نقدر نستوعب ايش قاعد يصير في ام والانمي ذا يلينا وضحت هذا الكلام وقالت ان الاخوين ايرين وزيك راح يعيدوا بناء التاريخ كلامه هذا لخص كل شيء حصل في حلقة اليوم وفي الحلقات الماضية ايرين وزيك عندهم خطة كبيرة جدا لاستعادة مجد واحترام الديا حول العالم واختاروا عدم مشاركة خطتهم مع باراديس او اي احد ثاني لانهم عارفين ان خطتهم تتطلب جرأة والجرأة هذه للأسف معادها موجودة في باراديس الجرأة هذه للأسف راحت مع القائد ايروين ايش هي الخطة بالضبط ايش هي الخطة بالضبط ما نقدر نجزم ولكن الأكيد انه في جرية في مصيبة كبيرة عند ايرين وزيك الله يستر ارجعوا ارجعوا معايا كذا بالشريط وفكروا ترى ايرين قتل ابرياء في مارلي قتل قائد كبير في باراديس هذه الحاشتين لحالها توريق قد ايش انه عنده مخطط فراسه ابن كلب عنده خطة ايش الله يستر الله يستر الله يستر انا ما بفكر انا معاد ابغى حلل معاد ابغى حلل هذا بالنسبة للجزء الكبير اللي انكشف لنا عن مخطط ايرين وزيك المرعب والمخيف حلو الكلام حلو الكلام معلش جماعة انا الادرينالين عندي نار نار بعد كذا عندنا ارمين ولقاءه الحميمي مع اني كل انا متأكدي انه محاولة لمس ارمين لاني في صدفتها ماهي محاولة لاسترجاع ذكريات ابدا واضح انه الولد مرة مغرم بنت جود لو شافتها بتقولك هذا الدعب هذا يحبها واضح انه يحبها ما اعرف كيف يحبها بس اتوقع انه الموضوع له علاقة بذكريات اه شي اسمه ذاكب واسم صعب ثاني بيرتولت ممكن ممكن بعد كذا عندنا تقديم او اعادة تقديم شخصية البنت هيتش بالشكل الواضح هذا والدقيق يوضح لنا انه بيكون لها دور في الاحداث القادمة مستعيل انه تظهر بهذا الشكل وبهذا الوضوح وفي حوار مهم زي كذا الا وانه بيكون لها دور مهم في الاحداث القادمة مو شرط مهم ولكن الاكيد انه بيكون لها دور لانه تم اعادة تقديمها اما بالنسبة الهيزورو لا انا مش عايز اغلط انا مش عايز اشتم اما بالنسبة الهيزورو برضو كل ما لهم يزيدون الطين بلة كل ما لهم يوضحون لنا قد ايش هم انانين ولا همهم الا انفسهم من النفاق والكلام الرخيص اللي جالسة تقوله كيومي الميكاسا الى اعترافها بانه همهم الوحيد حاليا هو معرفة مدى قوة دكة الارض شوف يا حبيبي قوة دكة الارض هذي اولا نبغى نتأكد هل هي حقيقة ولا لا وثانيا اذا هي قوية احنا معاكم ما هي قوية والله ما ادري يعني يمكن نخلق عيني عينك قلة حياة عيني عينك عيني عينك بعيد عن الفوضى يا جماعة اللي حصلت ما بين صفوف فيلق الاستطلاع والجيش هذا يشك في هذا ميكاسا شكلك انت معاه صح ارمن انت صارت فوضى هانجي فجأة قررت انها تروح الى المطعم اللي فيه نيكولو لانه هانجي اصلا ورقتها انحرقت خلاص ما هي قادرة تتخذ قرارات زي الناس وجابت ام العيد لانه طلع فيه جواسيس عندها اكثر من مرة وما هي دارة عنهم فالجماعة خلاص قالوا لها كرتك محروك هازم تتصرى فيه ايش قالت يا حبيبي قالت هانجي اي مش ومشينا للمطعم نروح عند نيكولو ليش نروح عند نيكولو يعني على امل اننا ايش ممكن نسترجع ونستخرج بعض المعلومات منه لعله نيكولو هذا يكون جزء من خطة زيك وايرن بطريقة ما او لعله يعرف شي مفيد نيكولو اللي هو الطباخ حبيب ساشا في حال انك نسيت يعني والمؤسف والمخيف انه عائلة ساشا مع قابي وفالكو موجودين في هذاك المطعم لانه لو فاكرين نيكولو لما كان في المقبرة عند ساشا او عند قبر ساشا قابل امها وابوها وقال لهم يا جماعة والله انا كنت بحبي بالتوكو وبحترمها كثير وكانت تعب اكلي فتعالوا يا جماعة عندي المطعم وابغاكم تاكلوا من اكلي اللي ساشا كانت مرة تحبه حلو الكلام على كل حال الان عائلة على كل حال الان عائلة ساشا معاهم قابي وفالكو رايحين للمطعم وهانجي وجان وارمن وميكاسب يروحون برضو الى المطعم وراح يصير لقاء جدا مهم ومفصل في الحلقات القادمة تقعد تسألني ليش اولا قابي وفالكو هاربين من زنزانتهم ومع مين مع اهل ساشا اللي هم قتلوها ورايحين لمين عند نيكولو اللي كان يحب ساشا اااااااااااااااا اش تبغى تزيلي فينا يا اكس يالمه كل هذا كوم ونهيت الحلقة كوم ثاني لما جات الكاميرا على بيك ول target أجد صارخة ول Solomon بيك ايش تسوي انتهينه بادريy، لا بدري هنا خلص تأكدن انه بالفعل تم تطبيق خطة او مقترح ما司ل حلقة الماضية وهي إنه مارلي تهجم على بردايس لحالها أولاً لاستعادة قابي وفالكو لأنهم مرة مهمين وورثة للعمالقة ثانياً لأنهم ناوين يفاجئون بردايس ويهجمون عليهم في وقت غير متوقع شوفوا أنا أنا منعه كم باقي إحنا في حلقة 12 13 14 15 16 أربع حلقات وعلى كلام يعني الناس الفاهمة اللي أفهم مني إنه مستحيل ينتهي الأنمي في الأربع حلقات الباقية باقي بيكون في جزء مكمل للأحداث إما فيلم أو بارد ثاني ما في معلومات أكيد عنه ولكن اللي بقدر أقوله لكم إنه إحنا الآن أمام أربعة أحداث مهمة في الحلقات القادمة أوكي هيركز معي أولاً لقاء هانجي واللي معاها بقابي وفالكو في المطعم مع نيكلو وكلنا عارفين إنه قابي مستحيل تقول أوه كفشتوني أنا هربت من الزنزانة لا أكيد بتسويه الليلة والله يشتر لا تكتل لا واحد ثانياً بنشوف سبب وجود بيك الحقيقي وإيش الخطة اللي ناوي عليها ومين معاها ومين ما هو معاها ثالثاً لقاء آرمن وميكاسا اللي أشغل أم أنا فيه آرمن هذا الحلقة آرمن ضعيف والله آرمن ذا مسكين آرمن ذا يا أخي يبغى لكم تكفت أم وهناك هناك في مارلي يتصفق يتلطم يعرف قيمته كالدي ويرجع ويرجع بردائس عشان يعرف يفكر زي الناس السلام سوف أجلس مع إيرين وأقول له أرجوك تخلى عن هذه ما تمشي الأمور زي كذا أنا ما أودية تشائم بس إنه آرمن وميكاسا لو جلسوا مع إيرين أصلاً ما توقع أنه بجلس معاهم فاضي الأمك فاضي لك أنت وياها ما هو فاضي لكم ها الرجال قاعد يخطط يغزو العالم وأنت أسكت بس أقول لكم حاجة خلونا نتفعل إحنا شخسرانين نقول يا رب إنه قوة الصداقة تمشي أصير أصفق دين أهلك يا إسامة لو سويتها وعلا رابعاً وأخيراً واللي هو أهم شيء تقريباً لقاء إيرين وزيك الآن إيرين عنده خطة مرة كبيرة مع زيك مثل ما قلنا ليفاي وثلاثين جندي مع زيك في الغابة يحرسونه ولكن على ما يبدو إنه ما حد يعرف مكان زيك إلا أشخاص معدودين ولكن خلونا ما ننسى إنه إيرين الآن عنده أتباع والأتباع ذولي موجودين في كل مكان قد يكون أنا قد يكون أنت قد يكون ما حد يدري من هما أتباعه في كل مكان فممكن يكون عنده معلومة بمكان زيك ويروح له أو فعلاً ممكن تكون هذه المعلومة مستخبية ويبدأ رحلته في البحث عن أخوه زيك ونشوف إيش آخرتها كل اللي نقدر نقوله حالياً الله يستر أنا ما عرف إذا الحلقة القادمة بيصير فيها فلاش باكات ولا بيصير فيها أكشن ولايش بيصير بالضبط لكن أي أن كان يبصير في الحلقة الجاية ما نقول إلا الله يستر الله يستر إيرين يا جماعة الآن خلنا نأخذ انطباع جديد ومختلف عنه تماماً كل أنا خلاص إيرين اللي نعرفه معاده موجود إيرين ما هو إيرين اللي كنا نعرفه خلاص إيرين بحى إيرين اليوم شخص مختلف بعقل وتفكير مختلف قتل أعداؤه شر قتلى ضحى بجماعته قتل الأطفال والأبرياء قتل ما خل أحد أغتال القائد والذراع الأيمن للملكة هستوريا زاكري فضلاً عن عدم احترامه للقائد الغلبان هانجي فأياً كان مخطط إيرين هو وزيك نرجع ونقول الله يستر لا تنسى تسوي لايكا وحش سلام